نختتم الجولة من التيار ومنها نقرة تفاصيل أجندة اجتماعات غندور وشكري كشف مصدر دبلوماسي رفيع بالخارجية أن لجنة التشاور السياسي بين الخرطوم والقاهرة ستناقش قضايا وملفات ساخنة للبلدين وأبلغ المسؤول الرفيع التيار أمس أن اللجنة ستناقش قضايا المعدنين والانتهاكات التي يتعرضون لها وحلايب أيضا واتهامات الخرطوم للقاهرة بتسليح حركات دارفور وأعلنت وزارة الخارجية عن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري للخرطوم لعقد اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية غدا مع كل زيارة لوزير الخارجية المصري إلى الخرطوم يسبق هذا الأمر توتر للأوضاع تصريحات هنا وهناك يطرأ إلى السطح أيضا موضوع حلايب وكأن هذا الموضوع دائما ما يسبق زيارة لسامح شكري للخرطوم طبعا العلاقة بين السودان ومصر لأنها ليست في أوضاعها طبيعية إذا كانت في أوضاعها طبيعية وهذا لديه ارتباط أساسي جدا أن هذه العلاقة الآن الحديث حولها حديث عاطفي حديث عن جغرافيا حديث عن نيل يربطنا حديث عن ويدان قريب من بعض تشابه بين الشعبين لكن حتى الآن لم تبنى مصالح حقيقية ما بين شعبين سودان ومصر عدم بناء المصالح يجعل أن هذه العلاقة يمكن أن تتعرض لمطبات هوائية وأي مطبات هوائية يمكن أن تجعلها تدخل في حالة غير طبيعية قضية حلائب قضية حلائب واحدة من القضايا ستظل إذا لم يتم لأن هذه واحدة من المعرفات المعلقة على مدى سنوات طويلة إذا لم يتم حسمها بشكل أساسي إذا لم يذهب البلدان إلى التحكيم أو إلى أي شكل من الأشكال أو يتم التفاوض بينهما إذا لم يتم حل القضية حل نهاي وحل تتوافق عليه الدولتين ستظل هذه القضية واحدة من المنقصات للعلاقة ما بين البلدين نعم طيب قرارات اتماعات اللجنة الوزارية ما بين الطرفين لم يتم تنفيذ ولا بند واحد منها أيضا فيما يتعلق بقضايا المعدنين هل اتماعات الغد بالخرطوم بين وزير الخارجية المصري سامح شكري وبروفيسور إبراهيم غندور ستحمل جديدا فيما يتعلق بهذه القضايا بين البلدين وهذه المشكلات يعني واحدة من القضايا هي استمرار للتشاور السياسي من البلدين الآن التشاور السياسي من البلدين أصبح متقاربا الفتراته يعني لا تمضي عليه فترة طويلة آخر اللجنة للتشاور السياسي عقدت في القاهرة سبقت اللجنة في الخرطوم لكن الواضح من القضايا المطروحة أنها هي نفس القضايا التي كانت في اللجنة التي عقدت في الخرطوم واللجنة التي عقدت في القاهرة أن كل طرف لديه ملفات ما زالت معلقة ما زال الحوار حولها إذا لم تحسم هذه الملفات ستظل من المنقصات من العلاقة الاجتماعات يمكن أن تحمل جديدا إذا حسمت بعض الملفات يعني قضية المعدنين وامتلكاتهم واحدة من القضايا التي ظلت تسار من وقت طويل الآن الجديد أن بعض المعدنين في مناطق في القريبين من المسلس حلايب وشلاتين يتعرضون لاعتداءات تظل هذه القضية واحدة من القضايا لا بد من البحث عن كيفية لأن الاعتداء المعدنين تحت دعاوى أنهم يعبرون الحدود أو تدخلون للأراضي المصرية لا بد للبلدين أن يبحثوا عن طريق لحراسة الحدود لتأمينة لقوة مشتركة لمراقبة الحدود حتى لا ندخل في هذه القضايا حتى عندما يحدث بعد ذلك اتهام من بلد أن المواطنين من البلد الآخر عبروا الحدود البلد الآخر لديه رقابة موجود لذلك لا بد أن نمضي قدما إلى إجراءات أفضل حتى نحاول أن نقلق هذه الملفات لأن هذه العلاقة من مصلحة البلدين أن تظل في أحسن أحوالها وأن تظل هي علاقة للتكامل والمصالح ما بين البلدين أي محاولة لتوتيره سيؤثر على أمن السودان ويؤثر على أمن مصر وأي توتر لأمن مصر هو توتر لأمن السودان لأن الوجود الجغرافي لارتباط الاجتماعي لارتباط الثقافي كل العوامل الحدود الطويلة المفتوحة ما بين البلدين لذلك لا بد لهذه العلاقة أن تعيش في وضع طبيعي فالفضل أن تكون هناك مصالح مرتبطة بين البلدين أن يكون كل بلد يحس بأن أي توتر في البلد الآخر سيكون المتضرر للأول الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس المحلل السياسي والكاتب الصحفي أشكرك جزيلا شكر شكرا جزيلا لك